111- يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أهلا بكم وأنار الله حياتكم بنعمتي البصر والبصيرة دي مجموعة من الأسئلة البسيطة عن الخفاش ياريت نحاول كلنا نجاوب عليها لو ركزنا شوية هنلاقي فيه أوجه تشابه كبيرة بين المنافق والخفاش فكلاهما يهوى العيش في الظلمات ولا يستطيع أن يتحمل الضوء الصاطع جبان وقادر ولا يستخدم البصر إلا في أضيق الحدود والمقصود بالبرق هنا هو دلال الكرآن والبراهين أدل على صحته ولأن المنافق أعمل بصيرة وبصر ضعيف محدود جدا تجد أن البرق يزعجه كلنا نتذكر كان وأخوتها ودي كانت أفعال ناسخة ناقصة في مجموعة تانية من الأفعال الناسخة والناقصة تسمى أفعال المقاربة اللي هي كادة وأخوتها وهم ثلاث أفعال كادة وكربة وأوشكة وزيها بالضبط زي كان ترفع المبتدى ويسمى اسمها أما الخبر فدائما يأتي جملة فعالية في محل نصب خبر كادة قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في تفسير هذه الآية يكاد محكم الكرآن أن يدل على عورات المنافقين لشدة دوق الحق كلما أصاب المنافقون من عز الإسلام اطمأنوا إليه يعني كلما نال المنافقون من الإسلام فوز أو غنيمة أو رزق طيب أو ساعة حال قالوا هذا دين طيب وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر وده معنى إذا انقطع عنهم الغنائم والمدد وابتلوا في أنفسهم وأموالهم وأولادهم قالوا هذا بسبب الدين مصداقا لقول الله عز والسلام إن البرك بتخرج منه أشعة ضر جدا وإن الإنسان إذا لم يحتاط من أشعة البرك قد يذهب ببصريه تماما ومعنى يخطف يسلب بسرعة فلا قدرة لرد الخاطف في الآية الكريمة لماذا قاموا ولم تكن سكنوا لأن القيام فيه انتصاب للظهر وهذا يدل على الخوف والتوجس ولما تركوا الحق بعد معرفته حق عليهم قول الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم يسأل المستشركون كيف يذهب الله بسمعهم وأبصارهم وهم صم بكم عمي ويجيب عن ذلك فضيلة الشيخ الشعراوي فيقول صم بكم عمي ليست للحواس بل عدم استخدام الحواس في الإيمان بالحق فإن استخدام المنافقين للحواس هو استخدام جرائزي مثل الحيوانات فقدرة الله متحققة لا شك ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم عليهم الحجة فأبقى على حواسهم فأولئك المنافقون لا يريدون إلا الحياة الدنيا ولا يسمعون إلا وسوسة الشيطان فإن أتى القرآن بما يوافق أهواءهم قبلوا وإن أتى بما يعارض أهواءهم رفضوا وقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير تثبت القدر فنحن نؤمن بأن الله عز وجل هو المقدر لأفعال العباد في كل وقت وفي كل زمان وأخيرا أخي الكريم تأكد أن الله يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء وفي ذلك حكمة جزاكم الله خيرا